لقت المجزرة الجديدة بحق المواطنين الأبرياء في حي الروضة بمأرب إدانات واسعة حيث استنكر ناشطون توالي جرائم الميليشية بحق الأبرياء في المحافظة واعتبر ناشطون استهداف مناطق وقرى سكنية آمنة جريمة حرب لم ولن تسقط داعين المنظمات المحلية والدولية إلى توثيق هذه الجرائم لمحاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم عاجلا أم آجلا المرصد الأورو متوسطي دان بشدة استهداف ميليشيا الحوثي إحدى المناطق السكنية بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي ما أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصا وإصابة آخرين وقال ينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في محادثات السلام التحرك فورا لإجبار ميليشيا الحوثي على وقف استهداف المدنيين ومحاسبة الجنات ناشطون وحقوقيون استنكروا الجرائم الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بشكل متعمد وممنهج مشددين على ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لحماية أكثر من ثلاثة ملايين نازح ومقيم في محافظة مأرب من إرهاب الويلشيات ووقف جرائمها المروعة بحقهم وأوضحوا أن المدنيين والنازحين بمدينة مأرب يتعرضون لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومنازل المواطنين في المحافظة بشكل شبه يومي مشيرين إلى أن هذه الممارسات العدائية الحوثية بحق المدنيين والنازحين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة مأرب هي جرائم حرب ولن تسقط بالتقادم فيما اعتبر مجلس النواب الجريمة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مأرب أنها تهديد جدي لنسف كل الجهود الدولية التي يعمل من أجرها المجتمع الدولي لا سيمة الولايات المتحدة الأمريكية واستحتارا بوساطة سلطنة عمان ورسالة واضحة لفرض كل المساعي الدولية نحو السلام ووقف الحرب والاتجاه نحو الحل ترجمة نانسي قنقر